إبراهيم من الشارقة يقول بالنسبة للشخص إذا كان يقضي الحاجة في الحمام وأذن المؤذن هل يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء أم ماذا إبراهيم بارك الله فيك إذا كان الشخص أثناء قضاء الحاجة وأذن المؤذن فأنه لا يقول شيئا وهذا هو الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير جماهير أهل العلم لأن المسلم مطالب بأن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة ولذلك كره العلماء أن يتحدث الإنسان وهو يقضي الحاجة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه رجل فسلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه ما رد عليه عليه الصلاة والسلام فلما انتهى من قضاء حاجته ضرب يديه على الجدار وتيمم ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجة ولذلك إذا كان رد السلام ممنوع على المتخلي ليقضي حاجته فلا شك بأن الترداد خلف المؤذن هذه الجمل المجتمل على التوحيد والإيمان مجتمل على ذكر الله عز وجل أولى ولذلك ما يذكر ما يردد خلف المؤذن ولا يتي بالدعاء ولا بأس بأن يمر هذا على قلبه يعني يذكر الله في قلبه وأما إذا كان يغتسل يعني قضى حاجته وانتهى ما في بأس أنه يردد خلف المؤذن أو كان مثلا يفرش أسنانه وليغسل يديه مثل حال الصورة التي ذكرتها قبل قليل ما في بأس أن يردد أما أثناء قضاء الحاجة لا مطالب المسلم بعدم الكلام